الذئ والصغار السب حكاية من التراث الألماني كان يا ما كان في قديم الزمان كانت هناك معزة لها سبعة أطفال وكانوا يعيشون في سعادة وهنا ها هم الأبناء الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس ها؟ أين هو السابع؟ ها هو هناك إنه خلف تلك الأحراش الأبناء السبعة ما زالوا صغارا ولكنهم ظرفاء جدا ليسوا ظرفاء فحسب بل واذكياء أيضا وبالذات أصغر الجميع كانوا يلعبون ويمرحون وكان بإمكان الصغير أن يختفي في كل مكان تحت الصخور وتحت الفطر وحتى داخل الوعاء الصغير وحده كان يستطيع اللعب على الطحالب المائية وكان لا ينام في مكانه المفضل ما لم تغني له أمه أغنية جميلة نم يا صغير الحبيب نم يا صغير العزيز نم يا صغيري سوف يكون الجو جميلا هذا اليوم الماعز الأم سوف تذهب إلى السوق وقد حذرت أبناءها قائلة استمعوا إلي جيدا يا أولادي عليكم أن تبقوا في البيت إلى حين عودتي من السوق لا تفتحوا الباب لأحد لأن الذئب المتوحش ممكن أن يهاجمكم هل فهمتم ما أقول؟ حاضر كيف نعرف الذئب يا أمي؟ استمعوا إليه للذئب صوت أبح كصوت الرعد لا تنسوا ذلك كذلك أرجل الذئب صوداء أليس كذلك؟ نعم لذا لا تفتحوا الباب لمن أرجله صوداء هل فهمتم؟ حاضر حاضر وهكذا ذهبت الأم معتقدة بأن كل شيء على ما يرام لحين عودتها ولكن من الذي شاهد الأم وهي تغادر البيت؟ إنه الذئب آه رائع لقد خرجت للسوق والآن سوف ألتهم الصغار السبع وسيكوننا فريسة سهلة لقد كان الصغار منشغلين بالقفز واللعب ولم يلاحظ الذئب وهو يراقبهم هذه ماما يا صغار هيا يفتحوا الباب لو قد عدتوا إليكم هيا آه عادت ماما تانية آه عادت ماما هذا ترى أفتحوا باب آه عادت كلا ليست ماما هذا ماذا؟ هيا افتحوا الباب بسرعة هيا لا ماذا؟ إنته الذئب إنته الذئب صوت الذئب آه 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 واعتقد الذئب بأن الصوت الأبح يمكن تلطيفه لو أكلت قليلا من الطباشير ولكن هذه ليست حقيقة يا صغار فالطباشير يوجع البطون فلا تفعلوا أنتم ذلك آه 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 جئتوا إليكم هيا هل أنه ليس ذئب أنت الذئب أنت الذئب وذهب الذئب إلى مخزن قريب وسارق طحينا ثم لطخ جسمه كله بالطحين يا أبطال هاع.. هيا يا أقفالي افتحوا الباب أنا أمكم لقد عدت إليكم ماما الصوت مش ريه وردون مش المحادي ماما لقد حاول الصغار أن يختبئوا ولكنهم كانوا كباراً ويصعب عليهم ذلك يا لذيذ جداً لا أحب الجزر كم هو نذيذ وهكذا شبع الذئب يا له من متوحش العرف يبدو لي كم أكلت يبدو أني فقدت أحدهم لأحسب الأول بالدولاب الثاني بالمتخنة الثالث بالسلة الرابع أين نسيت ليحسب مرة أخرى الأول بالدولاب الثاني بالمتخنة الثالث بالجرة اللي يبدو أن يأكلتهم جميعاً وهكذا تمكن الماعز الصغير أن ينجو من الذئب رابع يا الله صغاري 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 أين أنتم صغاري يا إلهي أين أنتم صغيري أين إخوتكم لقد أكن يوم الذئب هاااااااا الذئب يا إلهي لقد أختبعتوا بالساعة هنا إنه هناك إجلب لي مقصا وإبرة هيا هذا وهكذا استردت الأم أبنائها وبعد أن أخرجت الأم صغارها ملأت بطن الذئب بالحجارة وأغلقتها ثانية وبسبب ذلك لم يستيقظ الذئب طوال الليل وعندما استيقظ في الصباح شعر بعطش شديد فذهب إلى البئر ليروي عطشه وهكذا سقط الذئب في البئر وبعد أن غرق الذئب ومات شعر الصغار بالأمان فأخذوا يلعبون ويمرحون خارج الدار دون أن يداهمهم الخطر ولكن أين ذهب الصغير؟ إنه كما تعلمون هناك نعم إنه يلعب ويمرح سعيدا بين الحشائش والزهور ترجمة نانسي قنقر